ترجمة نانسي قنقر والاستفادة من مميزات البرنامج أو الانضمام لبرنامج سجلي المخصص لسجلات التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية التي يمكن أن تمارس عملها من خلال محل تجاري افتراضي تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفق الاشتراطات التنظيمية له مع الاستفادة من حزمة المميزات المخصصة للمؤسسات التجارية ومنها برامج دعم تمكين والجهات الأخرى أو التمويلات البنكية أو التنافس على المناقصات وأكد أحميدان بأن إتاحة البدائل للشباب ورواد الأعمال والأسر المنتجة ممن يروجون لمنتجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفتح المجال والخيارات أمامهم لإضفاء الصفة القانونية على أعمالهم يعبر عن الاهتمام الذي تليه الحكومة بحمايتهم والحرص على تطوير واستمرارية أعمالهم ضمن أطر منظمة الأمر الذي سوف يسهم في الارتقاء بمستوى المنتجات التي يتم تسويقها عبر الإنترنت تحت مظلة قانونية ترجمة نانسي قنقر